كارين شوبرت عمضة برلين أخيراً تقول كيف كان سيكون شكل العالم اليوم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة يكفي إن واحد زي جان فرانسوا شامبليون يقول يتداع الخيال ويسقط بلا حراك تحت أقدام الحضارة المصرية القديمة واحد زي وورن داوسون في لجيسي أوف إيجيب يقول العلوم جميع خاصة الطب نشأت في مصر منذ خمسين قرن من الزمان بأخيراً أربع من العلماء أرشيفالد وتشيز ومانج وبال جامعوا 36 وثيقة أصلية في الرياضيات المصرية وأسموها إلى قوانين الدائرة كانت مصر تسميها قوانين السماء وهي فعلاً دائرة وبعدين المثالث الزهبي إلي هي قوانين الدائرة وده يؤكد ما قال له سيمونيدس المؤرخ اليوناني حين هزمت اليونان أسبرتا قال هزمناهم ليس حين غزوناهم بل حين أنسيناهم تاريخهم وحضرتهم الله بينسونا تاريخنا وبينسونا حضرتنا والإنسان يتميز بإيه عن بقي الكائنات الحية دي كلها تاريخ إلا بالتاريخ هي الخرفان لو تعرف أن كل عيد أطحى هتتدبح يعني يقبلها تاريخ كانت هربت قبل أي عيد أطحى ما تستناش الشعوب تزبح هنا لا يكون لها تاريخ هتلر دبح شعبه ودبح نفسه لأنه لم يقرأ هزيمة نافليون فنفارت خلت حدثه بيه من بنى الإهرامات قالوا اليهود ومن كانوا متوطني مصد قالوا اليهود كانوا يدعون أن من بنى الدولة الفرعونية المصرية هم اليهود ما هو رد الدكتور وسيل السيد من حيث التاريخ على هذه المنطقة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء جاء إلى مصر 1700 قبل الميلاد والأهرام مبني أبو الإبراهيم بـ 1100 سنة دتبع المتحف البريطاني والتاريخ بتاع المتحف البريطاني 1800 نحن بي سي قبل الميلاد 1800 1100 سنة يابا 1700 ففيه فرق بين ماجي إبراهيم وفيه فرق بين بناء الأهرام دي النقطة التانية وحقيقة الأمر إن بناء الأهرام 3200 سنة قبل إبراهيم وده أكوردنج لمين أو تبقى لمين تبقى لمانيتون المؤرخ المصري السمنودي المولد وتأكيد أندري بوشا عالم المصريات الفرنسي اللي خاد عينات من المميوات المصرية الأسرة التانية وواجد بالكربون 14 إنها أقدم 2000 سنة وده يتفق مع مانيتو أن الأسرة الأولى 5619 متحف البريطاني بيقول 3000 فونتين إنما جاء أندري بوشا وفلندرس بيتري البريطاني أكد أنها فعلا 5619 لأسباب كثيرة جدا المقطة الثالثة والأخيرة دول رعاة غنم رعاة الغنم دول جايين يقولوا على حاجات ما اكتشفناهش إلا من خمس ست سنين يروحنا بنيا الهرم هو لما واحد يشير أصعب فيها أسمنت وطلع بيها الأموبيليا بعد كده يقول أنا بنيت الأموبيليا في نصر ده أنت عامل يا عام ده أنت راجل سائعة فنمرت واحد ما خلهمش وجود في ذلك الوقت على الإطلاق نمرت اتنين أن الأهرامات زي ما أنت شايف في كل يوم الثاني بناكتشف لها أسرار خطيرة جدا فهي أكازين وده ببساطة لأن الوصايا العاشر عندهم ليس فيها لتجذب واللي يؤكد هذا الكلام طاهب الكتاب بتاع فجر الضمير جيمس هان بريستن في صفحة عشرة يقول أنا كنت تلميز وفي جدا في مدارس الأحد رجل أمريكي مسيح وطبعا هنا كنا بندرس الطورة وبندرس الأنجيل ولكني كنت أجد سلوى لنفسي لما حفظت الوصايا العاشر إن أنا أكذب على زملائي ذلك لأن الوصايا العاشر ليس فيها لتجذب صحيح أن فيها لتشهد بالزور ولكن لتشهد بالزور معناها أن لا تجذب أمام المحاكم وأنا أكذب على الحوالي ولكنه كان يوما أسود في حياتي حين بدأت دراسة قانون الأخلاق في مصر القديمة وجدته أسمى بكثير من الوصايا العاشر في الطورة وبعدين يقول إن القانون الأخلاقي ليس فيه لتجذب إنما هو قانون أخلاقي ناقص كده فجر الضمير جيمس هان بريستن صفحة عشرة عشان ما تتعافش في أنك تدور اقرأ هذا الكلام هم كدبين 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 في أفلامهم اللي مطلعينها كدبين في قصص بتاعتهم كدبين في سفر الأمثال نقلينه كله من الحكم بتاعه بتاع حتب في مزامير داود النبي سرقينها من الأنشيد بتاعه إخناتهم في صونج صونجز الأنشيد الإنشاد وأخدينه من تقوس الجنس المقدس عند السمريين سرقين من كل حاجة وقاله ربنا قال لي وعشان كده هو الناس يصدق أفهم سيد من فاعد اللي هو مؤسس علم النفس المعروف قال عقدة اليهود الأزلية هي الحضارة المصرية القديمة هم متعقدين من مصر طبعا وعشان كده هو الودة ودهم أن تختفي من على سطح الكرة الأرضية دي مصر واللي ما بيدروش عليه ولك إحنا اللي عملنا ناس شايف هذا كل ناس أمام العظمة والعلوم دي كلها سرقوا اللي سرقوا وبعد كده قالوا إحنا اللي عملنا والآخر فسر العداء أولا الإحساس بالدوني جديرا بالذكر أن من ضمن العروض اللي عرضتها بريطانيا في الأول على اليهود على حقيقين وعزنا أن ياخد الأرجنتين رفض ياخد أغاندا رفض إيه إسرارك على فلسطين طبعا هو إسراره على فلسطين قال لهم عوالا دي أرض المعاد بس دي مش حكة دي بالنسبة للناس نضحك بها عن ناس يعني عندما الأساس أن فلسطين قال حاجة خطيرة جدا قال أنا رحت هناك وجدت في فلسطين البحر الميت هذا هو الميت الذي سياهب إسرائيل الحياة قالوا له الزاج قالوا من فرواته من البوتاسيوم هنعمل منها مخصبات زراعية للعالم كبير ومن هنا إسراري على المنطقة دهيا بالزاد إنما عشان يجزد اليهود إلى هذا المكان أرض المعاد وكنا وكنا بالمناسبة دهيا كانوا 6 مليون نهاردة بقى 3 مليون واللي محدش يعرفه أنه طلت أسائي أخيرا أنه 3 مليون منهم هجرم وياريت الثلاثة التانيين يعملوا زيهم ويسيبوا لنا حدة دي ونرتاح يعني مهم إنما دي إحصائية رسمية لسه طلع أخير 3 أخير فبناش يومين 3 مليون سابوهم ويراجعوا لبلادهم تاني فما ما قدروش يتحملوا الوضع اللي هم فيه رغم اللي احنا بنسمعه أول تحصيم وأول تفتيت للمنطقة دهيا كانت سايكس بي كل إحنا المعروفة دهيا كلها المصيدة إنما الأخطر منها بقى اللي الناس يجب أن تعرفه ويجب كل قناة تلفزيونية تعملها وأنا طلبتها من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقلت له هديتك لينا في رأس السنة الميلادية إنك انت كان في أول يناير إنك انت تأمر وزير التربية والتعليم إنه يحط الخراعي بتاعك برنارد بليويس على ظهر كل كتاب وكل كراسة لسبب بسيط الشعوب تهلك من قلة المعرفة كان يوسف إدريس يقولي إدوني التلفزيون سنتين أعمل لكم شعب جديد تلفزيون معانا عشرين سنة واربعين سنة الشعب بيتضهوى نرجع بقى في العصر الحديث بقى المخاططات الرهيبة اللي هم عاملينها المنطقة دي والتي يجب على كل عربي ومصري يارفها هي ما حدث مع مشيش هارت وزير الخارجية وبن جورين مشيش هارت عمل دراسة ورح لبن جورين وقال له نحن قطرة في محيط من الكراهيح قال له بعدين قال له ولقنا بلنا النووية دي لها القيمة قال له ازاي قال له استخدام أي قنبل على أي عاصمة عربي سيعود غبارها الذري على إسرائيل فهذا سلاح يحمل في طياته موانع استخدامه قال له بعدين قال له حتى يكون لإسرائيل يد العليا قال له أيها قال له تدمير سلاس دول كبرى حولها واقبهم بالترتيب العراق سوريا مصر إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية ونجاحنا في هذا الأمر لا يعتمد على زكائنا بقدر أنها يعتمد على جهل وغباء الطرف الآخر لهم معنا وهذا صحيح رد عليه بين جريو وقال له ننجح في العراق لأن العراق بها شيعة وسنة ونقدر نحط فتنة بينهم هم اللي اتنين وحضر يبيه أحسن وننجح في سوريا لأن بها شيعة وسنة وعلويين ودروس وأقراب أما في مصر فالكتلة الصودة من المسلمين والمسيحيين منذ آلاف السنين يصعب تفتتها ولكننا سنحاول ويحاولوا وحاولوا وحارقوا ثمانين كنيسة وكان البابا تودرس كلمته الرائعة العظيمة الوطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن ده معنى كلمة صهيونية ولو نعرف كلمة صهيونية ده يعني هتتحل بشكل كتير كلمة صهيونية يعني دينك هو جنسيتك يعني اليهودي اللي في فرنسا يبقى إسرائيل واليهودي اللي في روسيا يبقى إسرائيل وحتى يوم ما ييجي يزور إسرائيل ما اسموش زائد ولا اسمه مهاجد ده اسمها العودة لأنك انت إسرائيل من العودة وكما أن هناك صهيونية يهودية هناك صهيونية مسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك صهيونية إسلامية زي الإخوان المسلمين وغيرهم وداعش وغير داعش وكلام ده كله صهيونية إسلامية إسلامية طبعا بإن عرفنا كلمة صهيونية هي أن دينك هو جنسيتك فالصهيونية الإسلامية إيه يعني المسرين تخض أرض يا سيد الأرض أرض الله ده أنا أنت مسلم فاكستاني وأنا مسلم مصري إحنا خلال إحنا جنسيتنا واحدة إحنا ما تهمناش الأرض الأرض أرض الله إنما دي الصهيونية وطبعا ما شاء الله ثمار المرة بتاعة إنجلترا اللي عملتها في سنة الثمانية وعشرين مادة خمسمونية جنيه لحسن البنة عشان يشق الصف لأن كان مصر محادقة كده لأن القوة مصر هي ودي مبدأ إنجلترا طول أمرها ما نعيشت معهم سنين وعارف ياخدك بالحضن ومسكين في ظهرك هم كده هذا السياسة البريطانية في بريطانيا هم كده يعني فزاع يعني وهم الغاية النهار حتى معروف أن الأمريكاني الأمريكاني يقول عن نفسه إيه أمريكا ناشنالك وبريتش بلد أنا جنسية أمريكية بس دم بريطان ايه صحيح وهم اللي مشيينهم على فكرة بالمناسبة ده هي هم يعني هي المخ هي المخ آه قسموا الهند إلى هند وفاكستان ودخلوا في فيتنام وقسموها وهنا قسموها وهنا قسموها وحاولوا حاولوا مع مصر كذا مرة إنهم يقسموها إنما الشعب هنا قوته في وحده يعني مصر رغم إنها فقدت الكثير من سروتها كانت من أغنى بلاد العالم وكل عارف كده يعني جنيل مصري كان بيوناطح الجنيل الإنجليزي الجنيل كان أقل منه حتى يعني يعني أنا عندي مجلات يقولك يا إما جنيل مصري أما أربعة دولار أمريك صحيح ده موجود إنما طبعا الحروب اللي إحنا دخلنا 48 و 56 و 57 و 63 و 70 ما تنزف ده لو كان جبل كان ننهدم يعني سروتنا ضاعي كم داليزا رايز كان بتقول الجائزة الكبرى هي مصر كانت عارفة إنها هتتسلى على الدول العربية كلها كل واحد بدوره على أساس وكل ده طبعا عشان خطر إسرائيل إنما زي ما جيفارا قال الثورات يقوم بها الأطهار ويتسلق عليها الفجار شباب طهر 25 ينايره في 36 و الأخره آه إنما بقى كي بقى الكاتس بو اللي هو مخلب الطط يعني التركيا مخلب الطط قطر مخلب الطط فين المواطنة إنما يجيب مواطنة منين عند الناس يقولك ما الوطن إلا حفن عفنة من تراب وقال لواحد مرشد يقولك تز في مصر وفي أهل مصر ده كلام ده وده يؤكد لك الصهيونية الإسلامية الصهيونية هي دينك هو جنسيرك نعم مشيش حكا اسمها مصر تز في مصر هاي جات لك هاي يعني اللي يجيب عيلين ويربيهم ويعلمهم إلى أكبر درجات التعليم غير اللي جايب عشرة ونصهم في الشارع نعم اه ايه قيمتهم ليون ماهم قال 3 مليون أو 5 مليون أو 6 مليون مدوخين 300 مليون فإذا المسألة نوعية مسألة علوم لما سألوا فرانسيس بيكون كيف تتقدم أوروبا قال لهم 3 أشياء أول حاجة أن يكون لها تاريخ قالوا له ملهاش تاريخ قال لهم إذا فلتأخذوا تاريخ اليوناني الروماني على المبنى على تاريخ المصري يعني تاريخ المصري والأساس قالوا له تاني حاجة قال لهم ثورة صناعية قالوا له تالت حاجة قال لهم فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة الدين على العين وراسي ولكن الدولة الدين ثوابت السياسة متغيرات الدين مقدس السياسة لعبة قذر زي ما تشارشل قال الدين مطلق السياسة نسمية ما تجيبش دفدة وما تلبسش دفدة ويقول لك مخطط من يعتقد أن الفراعين كانوا جبابرة وليس هناك حضارة تستمر خمسة ألاف سنة على ظلم اجتماعه صح كان القانون في مصر القديمة عالميا في مرميه عادلا في أحكامه صافيا في مواده دهت شك للمؤرخين ليه قام على دعا متين العادل أساس الملك بين الحكم والمحكوم العدالة الاجتماعية فلكل أمام القانون سواء بسواء هاتلي بلد أو أمة في القديم أو الحديث ما قبل التاريخ أو بعد التاريخ زي القانون في مصر القديمة الذي كان ممرض واحد يدي حق المريض له الحق في شكوى طبيب اثنين إذا أعلن الملك الحرب عليه أن يكون فيه مقدمة الصفوف عندنا الملك بتاع الأسرة السبعة عشر استوشهد سقن نراعه وفي المتحف البريطاني جثمان والمومية بتاعته موجودة تولى الحكم من بعده قاموس استوشهد في الحرب والمومية بتاعته موجودة تولى للحكم من بعده أحمس على يديه تم التحريب هكذا بلد في القديم أو الحديث يتشكل بحكمة من 15 قاضي تحاكم الأسرة الملكة حصل في مصر رمسيس ثلاثة مش رمسيس الثاني وحكمت بإعدام أميرين كان منهم واحد سنطن تقور سبب الخيانة واعدم الأميرين ولما اكتشفت المحكمة أن فيه اتنين منهم مولسين مع الأسر حكمت المحكمة بإعدام القضيين فانتحر القضيين قبل تنفيذ الحكم عدالة عدالة مطلقة وييجي بقى اليهود يقعد يشوه التاريخ ويقال لك بانوا الأهرام بالسخرة وبانوا مش عارف إيه وكانوا جابابرة وكانوا وكانوا مع أنك تقرأ كتابهم تطلع كتبهم مغرب بالمنطق واستخدام المنطق بايجي يقول لك مثلا ربنا أمرهم بإن يدهن بيتهم بالدم عشان يفرق ما بين بيتهم وبيتهم المصرين يعني أنتم كنتوا ساحلين زينا ولا عبيد ولا حال وأنتوا لو كنتوا عبيد ما كنتش ببيتك زي بيته لدرجة أن الملك محتاج علامة الدم عشان يفرق بين بيتك وبيتك وأنت لو كنت عبد وأنا مسخرك ومطلع عينيك زي ما أنت بتقول ما كنتش تاخد دهبي وفضتي وتطلع بيها كلها من الأول للآخر وتقول إن ربنا قال لي سليبه المصريين بقى ربنا هيقول لك سليبه المصريين ليه حرامي؟ هيقول لك سليبه المصريين بعد الكلام لدرجة أن نبيل حلمي دكتور نبيل حلمي دكتور نبيل حلمي رجل من الأكبر محميين عندنا في النصر كان عاوز يرفع قضية لإسرائيل هيسترد الأموال اللي خدوها مننا ترجمة نانسي قنقر